بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله قبل ما تشوف الفيديو متنساش تبعط الفيديو لكل صحابك وتعمل لايك واشتراك في القناة على قناتنا محمد ماهر بنقدم الشرح والحل والمراجعة مجانا من غير ولا جنيه بنبزل مجهود جبار يا جماعة و بنحل اكتر من كتاب و بنشرح بابسط وافضل شرح ممكن تشوفه على نت لو تعرف حد في اول او تاني او تلتة سنوي او اول او تاني او تلتة عدادي لازم تبعط له القناة وبكده انت هتساعده ان هو يتفوق في اللغة العربية و يتقنها وكمان هتساعدنا ان احنا نكمل ونوصل لكل طالب في مصر صلى الله عليه السلامة والسلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي يعلم بالقلم معلم الانسان معلم يعلم والصلاة والسلامة على خير Walt world sigma سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نهارد afb بإذن نحرح بالحمد من موذج العشر من نمازل كتاب الامتحان مورجع نهايئة للسنوية العامة دفايتنا الجميلة الأمورة اللي طاولت معنا 20A 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 لو أنت جيت في القناة بتنساش تعمل اشتراك وتعمل لايك ولو أنت قديم في القناة خليك مشترك بس تعمل لايك عشان نقل أن نوسط المحتوى الهادف لكل طالب في مصر طلوب مصدر السلام عليكم سيلا محمد يقول إبراهيم ناجي طبعا إبراهيم ناجي مدرسة أبولو بيقول اليوم يومك في الشباب فنادي لا نوم بعده ولا شهية رقادي بلخ النقل دا ليوم يومك في الشباب فناديي يعني إيه؟ نادي يعني او نادي يlinedه على حد فقوم نادي في الشباب لا نوم ما بعده ولا شهية رقادي هي النهاردة أنه لا رقاض ،舀 أم entertaining إنه لدي نوم حلو خاص ف acompanh nierda كد Negative بيكلم الشباب هنا وقول كل الذي يبغي الصلاح لقومه بنبيد صنع أو شريفي جهادي اقول للشخص العايز يصلح قومه بالصنع الحلو بحاجة جميلة او الجهاد الشريف اقول له ايه بقى اقول له بالطب او بالشعري او بكلاهما كل الجهود في داءه هذا الوادي بقول له بالطب او بالشعر او بالاتنم مع بعض كل الجهود اللي احب نعملها يا جماعة فدة للوادي بتاعنا واد النيل يعني انا قصد واد النيل احنا ممكن نضحف كل حاجة عشانه بقول له خيرا في قلمين اذا هو لم يكن حرا طهورا كالشعاع الهادي مفيش خير في الالم لو هو مش حر طهور طاهر يعني كالشعاع الهادي يعني لازم الالم بتاعنا يبقى حر طاهر يعني قصده لا يبقاش فيه قيودي على الكتابة لا خير فيه طب اذا هو لم يزر ظلم الحيات كفرحة الاعياد يعني بقول مفيش خير في الطب لو هو مزرش ظلم الحياة يعني قصده مفيش خير في الطب لو هو قاعد مش بينفع المرضى لازم الطبيب ينفع المرضى وهكذا يعني فالاخر بيقول له يا ايه الوطن الجريح وجرحوه بصميم كل حشاشة وفؤادي بيكلم الوطن الجريح بقول له الجرح ده موجود في كل قلب وكل فؤاد اللي هو القلب يعني فهو عايز يقول الوطن ايه قل للبنات المستحينة الاخلقوا شم الزرة ورواسخة الاطوادي بقول للبنات المستحين الناس ده بتصلح البلد يعني بقول لهم اخلاقوا اصنعوا يعني شم الزرة شم الزرة يعني بقيمة من الجبال ورواسخة الاطوادي الطوض برضو اللي هو الجبل يعني قصده من البيت ده لازم تخلقوا جيل قوي بعدها بقول جيلا من النشأ القوي اذا مشوا ورفعوا الرؤوسة بعزة وعنادي نخلق جيل قوي لما يمشي بس يرفع راسه وكده مش بمتكبر لكن برفعه من العزة والعناد والليس تنتج الفكرة يدو عليها الشاعر في الاي في الابيئات اللهم صلى الله عليه وسلم محمد لولا كيس تماع اباتكم الله بتتكلم عن الشباب والنشأ الجديد ونحن نخلق نشأ جديد هذا اللي بيقول دعوة الأدباء لأن تكون أقلامهم حرة هو ذكر فهم من الأدباء والأقلام بتاعتهم بس ده كان في سطر واحد دي مش الفكرة العامة اهتم دس علوم من جانب الأداب ما اتكلمش على فكرة اللي هو العلوم والأداب هو ذكر في النص كان الطب والكتابة موجودين مهمين بس برضو قصده في الابيئات كلها او الفكرة العامة للأبيئات يعني الشباب مش الطب ولا الألم به دعوة المستحين بس الروح الوطنية في الأمة برضو جامعة كيمشي عن الروح الوطنية واخر بيتين اه اتكلم عن المستحيين ان هما يخلقوا جيل قوي مش يبص الروح الوطنية دي جامعة بصحت بقالف بأنها جيل قوي من الشباب ده هدف الابيئات حدد العبارة تدول على الوطنية الصديقة للشاعر ده لا نوم بعد ولا شهية رقادي جملة دي معناها مش هننام مش هننام دي ملناش رقب الوطن فمش هنفع نختارها به جيد من الناشئ رفع الرؤوس هنعمل جيد قوي رفع راسه هنا برضو دي ماش رقب الوطن طيب جيم اليوم ويومك في الشباب يعني النهاردة نادي في الشباب برضو ما نتكلمش هنا على الوطن لو ركست على الألف قال لك كل الجهود فداء وهذا الوادي كل جهودنا هي فداء للوادي بتاعنا لهو وادي النيل خلينا طبع نقول كل حياتنا فداء لمصر طبعا ده مليار في المية دول على الوطنية الصديقة للشاعر ما تصلى على النبي استنتج المغضى الضمني في البيت السادس هو ألف بيت السادس يا أيها الوطن وجريحه وجرحه بصميم كل حشاشتين وفؤاد بقول الوطن بتاعنا مجروح للأسف والجرح ده موجود في كل حشاشة في كل قلب يعني يعني مين حاس بي يا جماعة مجلس الشعب بس مثلا ولا الرئيس لا الوطن كله حاسس كل الشعب حاسس ألف كسرة الهموم التي يعاني منها الوطن ما كلمش عن كسرة الهموم وكلم عن فكرة ان القلوب كلها بتحس جيم رفض الأغنية ما تكلمش عن أغنية ولا فؤرة به عدم قدرة من الوطن علاج مشكلاته ما تكلمش برضه نحن عجزين ما قالش نحن عندنا عجز وقال ان كل القلوب حزينة استنتج العاطفة المسطرة على الشاعر وحد يلي عليها من الأبيات الله مصدر وسلم وبركة حسنا محمد لو بصنا على دائل السخرية من الشباب طبعا غرض ما كانش بيسخر وجيم ما كانش حزين هو فيه بيت قابتين نتكلم ان هو يعني الوطن مجروح لكن أبيات كلها بقولي النهاردة يومك يوم الشباب أنا خلق جيل من الشباب فكان عندنا اعتزاز بالشباب أرف الفخر والحماسة بالشباب ما كانش فيه عندها الحماسة خالص لجيب الصح يا جماعة بقى به الحب وده كان واضح جدا والتعظيم برضه كان واضح جدا للشباب بعد كده خمسة أدلل على ميل الشاعر في النص إلى التشخيص كعادة شعراء أبولو تجاوب ازاي على السؤال زي ده ركز معنا في القناة ده مش بنجاوب لك الأسئلة وخضر صح يا منعليمك تزاي تجاوب على السؤال وركز النقط دي وقبلها عليك هاتكشكول جنبك عشان عارفك بتكسل قوم بس معيش أيوه حرك حرك رجلك شوية الزناخت من القاعدة دي قوم حرك رجلك شوية وهاتكشكول واي حاجة مهمة بقولها قاعدة كده مهمة لمحية مهمة كده 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 أكتبها عندك يعني مثلا قلنا من شوية إبراهيم ناجي اكتب عنك النقطة دي اكتب عنك النقطة دي هتنفعها تخلي بالك المهم يعني بقولك دل في البيت ده على التشخيص كعادة معادة شعراء هتعمل ايه هنا يا جماعة كل اللي هتعمله ان انت بس هتشوف اختيار من الاختيارات فيه تشخيص احنا خلنا نستعاره والتشبيه والكناية والمجيزة فين الوان البيانية ساعة السلاء يا جماعة الكبير تاكسيم ساعة التوضيح ساعة التشخيص دور بقى لحاجة في هالتشخيص ألف قل اللازم يبغي الصلاحة لقومه هنا اصلا مفيش دون بيانة قول للشخص اللي عايز ينصح قومه دي جملة عادية خطز ده قل للبنات المستحين قال لأخلقه برضو جملة عادية قل للبنات المستحين اخلقه مستوبرش اي حاجة باي حاجة وهنا برضو مفيش اي صورة الاجابة الصحة تبقى فينا تبقى أجيب لما قالك خيره في طب اذا هو لم يزور ظلم الحياة مفيش خير في الطب لو هو ما زرش الظلم بتاع الحياة طبعا صورنا الطب كأنه انسان يزور طبعا صور داي حاجة بانسان اعرف عطول ناس تعارى مكنية السادة جملة التشخيص ميز نوع الصورة بينيه لما قالت جرحه ركز معايا وصلى عن النبي عليه الصلاة والسلام طبعا فيه ناس جابتها كده يعني على طول اول ما قلناها عشان السؤال ده حانا كتير لو محلت وشبري كده أركز معايا وقال الجراح باهديلها البلد طيب هل هو بيتكلم عن الجراح لا هو بيتكلم عن ايه جاب بيتكلم عن الهموم المصائب ضربة الوطن فيهنا صورنا المصيبة صورنا ايه صورنا المصيبة باي يا جماعة صورنا المصيبة كأنها جرح مصيبة كأنها جرح طيب المصيبة دي مشابة وجرح مشابة ايه فالإجابة الصحيح هتبقى استعراطة الصحيح في الغالب تبقى كلمة واحدة كده زي ما انت شايف هاتمن نص الدليل على استعمال الشاعر الصورة الممتدة طبعا الصورة الممتدة قلنا يا جماعة أشهر أشكالها الترشيح لو المشبه بيكون واحد والمشبه بيكون متعدد بتكتر من صفات المشبه بيه اكتب عندك هذا الكلام هذا البنبيد الصنع الأمشري في جهادي هنا مفيش لون بياني وهنا مفيش لون بياني وهنا برضو فيش لون بياني جمل عادية رفع الرؤوس جمل عادية إنما ألف لا خير في قلم إذا هو لم يكن حرا يبقى صبرت الألم كأنه حر طهور كالشعاع الهادي لو ركست معي فيه ثلاثة مشبه بيه هوا زي ما انت شايف لما تكتر من صفات المشبه بيه ده اسمه ايه ده اسمه صورة ممتدة فيما خالف الشاعر في قصيدتي نهج جماعة أبولو من حيث الشكل قال لك من حيث ايه من حيث الشكل جيم استعمال الكلمات الأعجمية ايه سوريا المعجمية كلمات المعجمية هي كلمات اللغة العربية الفصيحة قوي اللي هي يعني صعبة زي كده إذا عدت ثقافه بيهاش مأزت بص كلمات كده ايه صعبة قوي ما كاش فيه كلام له طبعا تحقق الوحدة الفنية ده مش مخالفة لنهج أبولو لا ده أصلا من سمات أبولو كتابة الشعر السياسي ممكنش فيه شعر سياسي أنا خالص لكن كان عندنا طبعا بيه التمسك ووحدة الوزن مقافي واحنا خلدنا أن أبولو كان بينبعه في الوزن مقافي اللي ياب الماضي كان بيقول يا أخي لا تمل بوجهك عني ما أنا فحمة ولا أنت فرقد أنت لم تصنع الحريرة الذي تلبسه واللؤلؤ الذي تتقلد أنت لم تصنع الحريرة الذي تلبسه واللؤلؤ الذي تتقلد أنت لم تخلق الحريرة الذي تلبسه واللؤلؤ الذي تتقلد فطبعا عندما يكلم أخوف الإنسانية يقول له لا تبعت عني أنا أخوك أنا زيك ده اسمه النزعة الروحية لا تسمع كسر بيتها من نص المهاجر طبعا نختار النزعة الروحية ما كانش فيه مغالف التجريد خالص أبدا تكلها عادية ما كانش فيه نفس الإنسانية ما كانش فيه تأمول في الكون كان بيكلم أخوه أحمى الموحرم كان بيقول له يا لهفة قلبي لمجد مضى و يا شوق نفسي إلى عودته ويا لهفة آبئين الأولين على الشرق إن ظلّ في نكبة لكن يا أبو لأة أقول له يا لهفة قلبي لمجد مضى يا أبو للقلبي متلهف على مجد و معاية المجد الذي راح ويا شوق نفسي إلى عودته وهي لحفة أبائنا الأولين على الشرق إن ظل في نكبته يعني أبائنا الأولين هيزعلوا جداً لو الشرق فضل مستمج في النكبة بتاعته أو في النكسة بتاعته أو في الألم بتاعه من خلفها كالبيتين استنتج عامل ساعدة تلميذ البلودي على التجديد موقفهم وحدة الأمة، ما تكلمش عن وحدة الأمة هنا خلص، ولا تعدد الأحزاب ولا جامعة الإسلامية لكن طبعاً يتكلم عن أمجاد الأولين فطبعاً نختار عمق نظل الوطني والإحساس وتراث الأجداد والأولين صلاح عبدالصبور كان يقول ينبئني شتاء هذا العام أنني أموت وحدي ذات الشتاء مثله ذات الشتاء يستنتج سامة السمات الموقعية تبرزها الأسطر أي أسطر السابق، يتكلم عن الموت نختار شيوع الحديث عن النهاية والموت الميزيني كان يقول يا زهرة النحس والشقاء ووردة الكربي والهموم الحياة كلها بقايا الميت وأنت دود وفرحة الدود بالرميم يعني الدود هيفرح بالرميم والرميم هو طبعاً لما حد يموت وتحاول إطراب، هذا يسميه رميم مستنتج سامة برزة في البيتين السابقين من سمات مدى ساد الديوان تعامل في الكون وكان يمكن أن يكون فيه كآبة جديدة جداً لما قالك نحس وشقاء وكرب وهموم ودود ورميم باين جداً أن كل هذا حزن وكآبة فالإجابة زهول مسحة الحزن وتشاغم السلام من الأحزان طبعاً الحديث عن نفس الإنسانية وستبطانها ليس من سمات الديوان أصلاً هذا الإبراس التي تعلق بالطبيعة ومناجعتها وتشخيصها لم يكن هناك أي طبيعة هنا ولم يكن هناك أصلاً مناجعة لها حتى لو كان هناك طبيعة فمش تنفى بعد كده القصة بعنوان كلاب وأطط وناس بقول منظر كام رأيته وكم تمنيته بعده لو لم تقع عليه عيني منظر شفته ويالتني ما شفته ومع ذلك فقد لبست دقائق كثيرة وحملق فيه وأطيل النظر كأنما وقعت منه على فرجة تبتهج لها النفس بقول في شارع كبير من شارع هذه المدينة العظيمة للقاهرة بقول القاهرة دي عين أفريقيا وملتقى الحضاراتين الشرقية والغربية بقول وقفته على مقربة من صندوق القمامة وقفت جماعة جنب صندوق القمامة فإذا بيه أرى في ناحية قطة ثلاثة شايف تلت أطط وفي ناحية أخرى كالبين وعلى بعض خطوات من هذين المخلوقات بنتين وصبيين وعجوز فيه عيض صغيرة فيه عجوز المهم يعني وقفته أنظله فيالة هولي ما جاشت به نفسي من المعاني تلقائها يعني فيه كمية معاني تلعت بها من المشهد ده وإني أعيزك يا القارئ أنت استكسر علي السشعر اللي هولي فيه ما رأيت يعني بقول أنت يعمل قارئ يعني ما تتخضش من كمية المشاعر اللي هشعرت بها عشان أنت لو كنت مجاني كنت هتحس زيه أكتر كمان وأنت الودهود للصغراق العاطفة يلحق بالضعف يلحق بالضعف واللي رميتك أنا بالقسوة يعني ما تقولش علي أن أنا يعني عندي عاطفة قوي يعني أو أنا مثلا مهول الموضوع وإلا أن أنا هتهمك أنت قاسي أصلا يقول راح تهزين مخلوقاته الأدمية منها وغيره الأدمية تنبش القمامة فتمد الكلاب والقطة وأرجلها الأمامية ويمده الأدميون أكفهم يعني القطة والكلاب راح تأكل من الزبالة والبني أدمين حتى راحوا يأكلوا دخائر من الجموع يقول حتى لا تكادوا تلتقل تلك الأرجل وهاتيك الأيدي كأن لا فرق بينها في شيء يعني كله يمد ييده كأنه مفيش فرق بينهم يعني تحس الكلب يمد ييده مع القطة مع الإنسان كل ممكن أنهم أخوات كده كانت القطة تقوسوا ظهورها وتنفذ شعورها وتخطفوا العظام إحداها من الأخرى فإذا أرادت أن تخططف شيئا من الكلبين دارت معركتهم قصيرة بين الفريقين يعني القطة تخلق مع الكلاب فإذا زجر الصبياني الكلبين والقطة في حذر المخوف جرت القطة فتربست على خطوطين اللي يتعودها بعد الحذر يعني عندما يتخلق مع بعض كده يا جماعة القطة ترجع بشوية وفي الآخر تهجم عليهم وهو كر وفر يعني هم بيهجموا بعض واستعلن الشر في وجه الكلبين الكلبين يعني عليهم بأنهم هم خلاص هينتقموا يعني فتركهما الزاجرون من الأدميين ومضى كل ما كان كله إلى ما كان فيهم العمل كل واحد يعني يكون من الزبالة وكان يفرح أولئة عسام الأدميين إذا دارت المعركة بين القطة الكلام يعني الأدمين أو الإنسان اللي بيأكل من الزبالة ده كان بيفرح أولئة لما يلاقي قطة بتتخلق مع كلب واستمرت لحظة طويلة ليه بقى عشان هم بيتخلق مع بعض يلحق أو يأكل أي حاجة فيكبون إذاك في عجلة ونشاط في التقاط ما تنكشف عنه القمامة من بقايا العزاء ولقيمات الخبز وقشور الفاكهة وما إليها قبل أن يعود فيشاركهم في التقاطها أفراد الفريقين الآخرين وكان كل من الصبيين والبنتين والعجوز يزحهم الآخر كل واحد ما يزحم الآخر يدخلق مع بعض ويسابقه في نبش كومة جديدة من الكناسة إذا عصر أحدهم مع لقمة كبيرة نوعا ما لما حد يلاقي فيهم لقمة كبيرة لاحة في وجهه مثل ما يلوحه في وجه الباحث يعني الزهب في أرض الزهب إذا التمع في عيناه عرق ما المعدن النفيسة عارف كده ما تبقى قعب تنقب عن الزهب وتلاقي حتة الذهب كبيرة وبالنسبة للناس دي لما يلاقوا حتة أكل ويخذف الصبي باللقمة في حجره بعدها يقول ومرت بيه أثناء ذلك بعض الصلاة الفخمة اللي كان فيها ناس كتير ولوحظت أن عيونهم رأت ما رأت عيناه يعني شفت أن الناس دي شافوا المشهد لما شفته ولكن لما أتبين في وجه من هتاك الوجوه أي تختلاجة من أسف أو من رسالة يعني ما شفتش وشوشهم خالص أي حزن أو أي كآبة كده هو عادي خالص أجل لم أتبين بقول لم أتبين يعني ما شفتش خالص في هؤلاء السادة عبيطا مثله يعني بقول ما شفتش أي واحد عبيط زيه طبعا مش بالتالي على نفسه سوف يقول إيه إحنا بقنا في مجتمع للأسف أنا بالنسبة لهم بيتراجل عبيط كده أنا واقف ببص على الناس دي وإزاك أزداد رسائي ضعفيني على أولئك التعساء يعني زعلت مرتين أكتر بقول ألالات هؤلاء كالسادة انتبهوا ففاطنوا إلى أن هؤلاء ينتمون إليهم في قدميتهم يعني يريدهم فهموا الناس اللي ميشوا والعربيات دول إن عاديين بيكلمون الزبالة دول الناس زيهم دول بشر زيهم وأنهم في هذا الرضع يشينون الجنس كله يعني في الشكل هم بيعملون هذا يعني يعطوا بيهينوا الجنس كله اللي هو جنس البشر كله يعني ثم ألالات أولئك السادة تذكروا أن القليل ممن ينفقون في شهواتهم كثيرهم بأن يقضي على أمثال هذه المناظر يعني كل واحد طلع مثلا عشرة جنيه من جيبه ولا حاجة جزء صغير يعني من فلوسه ممكننا نشوف الألم دائقا بعد ذلك يقول آهن ليت أولئك السادة حين تقعوا عيونهم على بنيهم وبناتهم فرحين ما يتقلبون فيهم النعمة يذكرون أنهم رأوا بنينا وبنات من تعساء الإنسانية يعطوا لي أهدتهم لما كانوا بيشبص على عيالهم الصغيرين يفتكروا العيال الصغيرة الأعلى بتكون من الزبالة دي لهم وإخواتهم في الإنسانية تلتقى إيديهم الهزيلة بأرجل الكلاب والقطط في نبش صندوق القمامة لما صلت على مكسل محمد وطبعا تعلمنا بغض النظر أنه كان مستواك لو تأخذ ألف جنيه في الشهر، مليون جنيه في الشهر، مين جنيه في الشهر، عشرة جنيه في الشهر أنه كان طلع ولا بواحد في المية، ولا جنيه، ولا نصف جنيه لا تستعوين تقول مثلا عامة بلو قليل ما تعملش كده كل واحد يا جماعة وده درس مهم تحاول تطلع على اللي تقدر عليه تشيل مع حد حاجة تقيلة، يعني واحد من صاحبك مثلا مادة واقع فيها تذاكر معه شوية، تنصحه، تديره ملخص مهم، تقول له اتفرج على اللين كده، مستر بيشرح حاجة مهمة وهكذا، حاول دايما تساعد اللي حولك سيدنا محمد رئيس صلى الله عليه وسلم علمنا دايما أن الصماء المعروف الحاجات الحلوة التي تعملها يعني في الخير تقي مصارع السوق بتحميك من مصارع السوق، يعني من أي مصيبة يجيلك وكذا طيبنا بنصلك اللهم صدق سيدنا محمد، سندق المغزى من ذكر عبارة اللي قال لي جماعة القاهرة عين أفريقيا وملتقى الحضارتين الشرقية والغربية لكن القاهرة اللي هي المفروض يعني هي عين أفريقيا وملتقى الحضارتين الشرقية والغربية بيحصل فيها الكلام ده طبعاً هو قصده يعني قصده بيتريق على القاهرة، لا مش بالتريق عليها، بس هو قصده اللي ما يقول لنا اللي هو شايفين القاهرة اللي هي أصلاً يعتبر أهم دولة في العالم والطاقة الشرق والغرب وأنها عين أفريقيا وأهم دولة في القارة الأفريقية كلها أو أهم مدينة في القارة الأفريقية، للأسف بيحصل فيها اللي بيحصل لآن، ده أصده يا جماعة يبقى ألف بيانة موقع الجغرافي المتميزة مدينة في القاهرة؟ لا، هو مش قار الجملة لذي يبين موقعها المتميزة، لن نفس الجغرافية طيب، بقى إظهار عظمة الحضارة المنصية الكبيرة لا يكلمش عن الحضارة الأديمة، ويكلم ده عن الواقع اللي نحن فيه ده التعديد للمكان اللي حدثت في القصة، برضو جماعة هم مش هادفوا التعديد للمكان لأن أصل المكان اللي كان شايف رق معنا، ولكن عايز يقول لك أنه متعجب من اللي حصل فالإجابة الصحة بقى كيم تعجب الكاتب من حدوث ما رأيه في مدينة مثل القاهرة حد التعبيد اجتمل على استعارة مكنية، نوم صدوة مكسل محمد، ده الألف تمد الكلاب والقطة أرجلها الأمامية ده جملة عادية، أقول لك القطة بتمد رجلها، جملة عادية، كان كل من الصبيين والبنتين والعجوز يزحموا الآخر، كل واحد يزحموا الثاني عشان يأكل ده جملة عادية، كانت القطة تقوسوا ظهورها، القطة بتقوص ظهرها ده جملة عادية لا يوجد أي لوم بياني، الإجابة بالصحة بألف، استعنى الشر في وجهة الكلبين يعني الكلبين يا جماعة ظهر فيهم الشر، طبعا ظهر الشر، الشر ده حاجة معنوية ما أنت لما قلت ظهر كده خليته كأنه حاجة ما دايق، فصونا الشر كأنه إيه كأنه مثلا شيء ما دي يظهر، ده ستجمله التجسيد ماذا كانت الفرصة تسمح الأدمين بالحرية في التقاط ما يردونهم القمامة؟ قال لك طبعا لما يتخنق مع بعض القطة أي قطة الكلاب؟ يجب الإجابة الصح عندما تدور المعركة بين القطة والكلاب وتستمجوا لحظة طويلة إنما طبعا بها قال لك معارقة قصيرة ليس ينفع الكلام، نريد أن الإجابة الصح تبقى دائل بعد ذلك يقول ما يزنع الصورة بينهم قيمتها لما قال لاحة في وجهه مثل ما يلوح في وجه الباحث عن الزهب الكيسة ما هي اسمه تشبيه تمثيلي، يجب أن نصورنا الحالة من الفرحة التي يجدها الشخص عندما يجد حتة أكل بحالة الفرحة التي يجدها الشخص المنقب عن الزهب لم يجد عرق نفيس يجب أن نصورنا طبعا الحالة بحالة تشبيه الطويل، نسميه تشبيه تمثيلي بعد ذلك سنتجي الغاية الفنية لهذا العمل الأدبي، يعني إيه هدف الكاتب يعمل عمل هذا؟ ألف إظهار مظاهر البطالة وتقديم الحلول ومقدمش حلول خالص، طبعا مش هدف وخالص تقديم الحلول بيه التنبيه تخطر التفكك الأسري، ما كلمش على تفكك الأسري خالص طيب إيه يا جماعة، جيم إبراس صور الصلاع بين أبناء الطبقات الفقيرة، ما كلمش فيه طبقات كثيرة، هو كلم عن طبقة واحدة بس، طبقة معدامة لأن الناس بيكون من الزبالة، اللي جاب الصحة تبقية، تبقى دال التنبيه لقضايا الفقراء المساكين والمشردين طبعا زي ما تشايف في الشارع كده وضرورة رعايتهم، علامة دول وصف الكاتب لما يوصف نفسه أنه هو عبيد فقر السابعة، زي ما قلنا يا جماعة بنشرح النص فقال ما فيه عبيد من الناس وقف زيه، طبعا مش قصد نوعية طريقة على نفسه، لجم بيقول يعني أن الحال وصل بنا أننا يعتبر عبيد بالنسبة بالنسبة للناس عشان واقف يعني أساعد الفقراء ولا وصف حالهم ولا أحزن عليهم حتى، إن احنا قليلين قوي يعني الناس بتاعمى كده دي قليلة قوي يبقى ألف احتقاره نفسه، طبعا دي إجابة غلطة، هو ما كانش محتقل نفسه، ده هو أصلا ما شايف أنه هو أفضل من الناس كدير، هما الناس كلها أصلا محشى به حساته وحزنه ومسق ديه في القراءة في القاهرة، ده مش راقة بكلمة عبيد، طبعا عبيد معناها أننا قليل الناس اللي زيه جيم مدحه لرد فعل الناس تجاه منظر الحيوانات والناس، طبعا دي بجاه بعيدة خالص، الإجابة الصحة جماعة تبقى يتبقى دال طبعا جيم بعيدة لي عشان هو ما كانش بمدح رد فعل الناس، ده بالعكس ده كان بيزمهم، ده الناس ماشيوا على غيرات فعلها وبصوا على الناس الغلابة كده أولا عملوا أي حاجة لكن طبعا ده لندرت وقلت الناس اللي بيهتموا بحل الفقراء طبعا دي الإجابة أي دي الإجابة الصحة وهو لسا نجي الأسلوب لإستخدامه الكاتب عشان يجع للقارئ يتعايش معه ويتفعل مع القصة، القصة بتاعته الفfrei، الذكر الحوالم الدائل بين الشخصيات، ما كانش فيه حوار دائل بين الشخصيات خالصا، ما كانش فيه غير واحد بس لو delle بيوصل في القصة، اللي هو مين؟ المرlins القاتل بنفسه.. بعد اعتماد إلى الذكر الحوار الداخلي للشخصيات signori طبعا ده برضو مكن يوجد، حوار الداخلي هو التفكير بتاع كل واحد بقى من الشخصيات، القطة، والكلب، والبنتين، والصبيين، و العجوز ليس يوجد لا يوجد هذا هل جيم التركيز على التكسيف الحاسد لمعارك الدائلة بين شخصة القصة؟ كان هناك معالج فعلا بين القضة والكلاب والإنسان هذا التقرير والمباشرة الكاتب فيها يجيب الهدف بشكل مباشر وتقريري هذا ليس من سمات القصة الزياد كان يقول في نص التكاف والاجتماعي فلو أن كل إنسان أدى حق الله في ماله فأعطى من فضل وواسع من كفاف وآسرة من قلة لكان ذلك عسيا أن يقرس سلامه في الأرض يعني لو كل إنسان أعطى اللي عليه وتصدق بجزء أولي من فلوسه اللي هو الجزء اللي عليه كان سعيتها السلام ويستقر في الأرض لكن نحن نحن نعمل كده حدد القول الذي ذكره الكاتب بعد تطبيقا لمضمون الفقرة السابقة طبعا جماعة ذكرت هنا عندنا قال لك لو كل واحد طلع جزء أولي من فلوسه مش نشوف المناظر دي فالجاب الصحة بألف لما لديت أولئك السادة تذكروا أن القليلة مما ينفقون في شهوتهم كفير وأن يقضي على أمسار هذه المناظر لا يمكن الحكم على جودة المصحية ما هذا سأقول مباشر لكن يكتبه عندك لك كيف تنساه جودة المصحية قلنا بنحكم عليها يا جماعة من خلال الصلاع الحتمي بين الشخصيات اللي يبرز طبعا فكرة الكاتب ويورينا هدف الكاتب فالجاب الصحة تبقى دقل بعد كده قال الشاعر تعلمني الأقدار أن أرحم الورى فقلبي دي كل العالمين رحيمه تعلمني أعربه إيه؟ طبعا تعلم فعل مضارع مرفوع أنا مترافق وأتضم عادي إنه صحيح الآخر مرفوش أي مشكلة طبعا مستر ايه النون واللي يهدول ركز معي قلنا قبل كده يا جماعة ليأدي اسمها هي المتكلم ليأ ايه؟ ليأ المتكلم تعلمني أنا أنا اللي بتكلم فليأدي اسمها هي المتكلم بنحط قبلها نون صغيرة كده بنسميها نون الوقاية عشان فعل مضارع يعني لو اتصل بيأم متكلم ما ينفعش إيه ينفعش يتصل على طول كده لازم نحط قبله نون كده لا محلم الإعراب يعني هي مش علامة إعراب بلا حاجة اسمها نون إيه نون الوقاية لكن من نجدعو بيها وده فعل مضارع مرفوع عادي على مضارع الضاهرة الضاهرة الضامة فين؟ الضامة على الميم تعلم موني الفعل اسمه تعلم قال الشعر كم ضاحك والمناية فوق أهامته لو كان يعلم غيبا مات من كمدي جملة مات من كمدي طبعا لو قالت شرط كان فعل الشرط لو كان يعلم غيبا النتيجة مات من كمدي طبعا مات من كمدي ده جواب الشرط هنا غير متصل بالفا زي ما أنت شايف فطبعا ده يا جماعة يكون نوم صاحب عكسين ومحمد جملة لا محلة لها من الأعراب عشان جواب الشرط فعله غير جازم في المثل العربي إن الجبانة حتفه من فوقه لك يا جماعة وصدع سيدك النبي عليه الصلاة والسلام نعمل نزوم كده على الجملة عشان يعلمها واحدة واحدة قال لك إن الجبانة حتفه من فوقه الجبانة تبقى اسم إنه مرفوقة منصوب طبعا النصب والفتحة إن الجبانة الحتف عنها الموت لو قلت لك إن الجبانة موتو سكيتان انت فهمت الجملة لها ما فهمتش بعدما فهمتش الجملة يبقى عبارة عن جملة اسمية يبقى إن الجبانة ماله حتفه من فوقه عبارة عن جملة اسمية كلها يبقى الخبر هنا عبارة عن جملة اسمية يبقى حتفه الوحدة عربية عربية مبتدأ فالجاب للصحر ستبقى مبتدأ بعد كده لهم صد يوسام باكس إنه محمد حبيبي يا رسول الله قال لك الأمهاته يسهرنا على راحة الأبناء ولا يرضينا إلا بما فيه ساعدتهم فالمضارع يرضين في العبارة السابق طبعا لفعل المضارع بمتصب بنون نسوة مدام منتصب بنون نسوة يبقى عطول مبني على السكون بغير ما تفكر كتير ما أروح أن يتوحد الدعونة إلى نفس زي العنف يوكرها هي حاول المصدر المؤول لمصدر صريح لو توحد طبعا كمتي يتوحد المصدر منها توحد زي تعلم تعلم تقدم تقدم يبقى يتوحد المصدر منها يبقى يتوحد فنختار طبعا ايه جماعة ان اختار تواحد الداعين طبعا مستر محمد دي ما اختار ناشتواحد الدعون عشان قلنا بلكده يا جماعة تواحد ده مصدر بعد المصدر بيجي في لغالب مضافئ دي مدام مضافئ دي يا جماعة ايه مجرور برياء مش طبعا مرفوع بالواقو ما لكم مغترين بدنياكم عازفين عن ايه عن اخرىكم قلنا بلكد قاعدة بتقول لك ايه قاعدة بتقول لك الله صلى الله عليه وسلم نعمل زوم كده قاعدة بتقول لك لما تلاقي ما لما يجي لك ما بعدها لام بعدها ضمير الكلمة بعد الثلاثة دول الكلمة اللي بتيجي بعد الثلاثة دول بتكون عربة حال منصوبة يأمل لكم مغترين بدنياكم عازفين عن اخرىكم طبعا عازفين هنا ملها جماعة عازفين برضو حال ايه الحال ممكن يتكرر مثل ايه الحال ممكن يجي اكتر من حاجة لقيته مثلا الولدة ماشيا رائعا مبتسما يقمو جي نيجي ثلاثة اربعة خمسة سبعة حال عادي مفيش مشكلة طبعا عازفين هنا تكون على بقية على بقية حال منصوبة تحدد الصيغة الصحيحة تقصده بالشرط ألف ما ترجوه يجاب طبعا مش هينفع هيكمل ترجوب تكتب كده ما ترجوه مفروض يقولك يجاب طبعا لما ترجوه طبعا ما يترجوه ليه الكلام ده عشان قلنا جماعة بنحذف حرف العلة حرف العلة هو الواو هنا فنحذفه ما ترجو ما ترجوه يجاب طبعا دفاع صحيح الاخر فنحط سكون على البه مشكلة ان نقابلها ألف والألف ساكنة اسمه التقاء ساكنين بدان فيه التقاء ساكنة نشطب على الألف ما ترجوه يجاب ما ترجوه يجاب ما ترجوه يجاب ده هي طبعا دال بعد كده 29 انت أقوم بنية وتلك أصحه بنية طبعا السؤال ده جماعة يعني خناقات تبقى بين المدلسين واحدة فيهم تمييز طبعا واحدة فيهم مضافئ ده انت أقوم بنية هنا بنية طبعي عربها تمييز منصوب ولبعدها تلك أصحه بنية بنيات هنا تبقى عربها مضافئ ده مجرور عشان السؤال ده جماعة يعني كبير وعبيد وعايز تفصيل كده هنعمله فيديو منفصل هنسميه هنزله بإذن الله هيكون عن التمييز والمضافئ بعد اسم التفضيل عشان دي نوطة بتلقب الناس كدير فهنأجله دلوقتي السؤال ده عشان هنحله بالتفصيل في فيديو واحد عشان هياخد وقت طويل لو حلنا هنا مش هناخد حق لو ما صلتنا بكتنا محفظ قال أبو العتاهية إذا ما خليدي حل في برزخ البلا فحسبي به نايا وبعد دقائي بيين سبب نصب كلمة نايا اكتب عندك القاعدة دي كلمة حسب بعدها كلمة ناكلة منصوبة بيكون عربها تمييز عندك حسبي علما أو حسب المرء افتخارا حسبي به نايا طبعا كلمة ناكلة منصوبة بعد حسبة يكون عربها تمييز ثم يقول لعلى من أسمة القيم الإنسانية عند جد المحبة والإخاء السودانية بين طائف المجتمع الواحد وطيفي اسم الناس الخيرنا فين؟ ركز معي وصلي على سيدك النبي عليه الصلاة والسلام ألك العلى من أسمة من أسمة اسم مجرور فطبعا دي شبه جملة ومستحيط شبه جملة يكون هو اسم معلى الحاجة اللي بتتم من معنى الجملة وهي دي هتكون اسم لعلى أو اسم الناس لعلى من أسمة القيم الإنسانية ايه هي أسمة القيم الإنسانية يا جماعة؟ أنتجد المحبة والإخاء انتجد المحبة والخطاب والإخاء السودانية هذا عبارة عن مصدر أول ومصدر أول ينفع عادي يكون اسم الناسخ لكي نحاولوا مصدر مصدر السريح فطبعا اسم الناسخ هنا يكون عبارة عن أنتج قال الشاعر ومن كلفته النفس فوق كفاء فيها فما ينقضي حتى الممات عناؤها حد سابق ترام جواب الشرط بالفاء الفاء هي منتصلة جواب الشرط طبعا منتصلة لها لكي نسبوك بما قال الشاعر أشد الجهاد جهاد الهواء وما كرم المرأة إلا التقى لكي نعلم ونصدر على سيدك النبي عليه الصلاة والسلام أشد الجهاد أشد الجهاد أشد الجهاد جهاد الهواء كيمة الجهادة التانية تممت معنى الكلام مدام تممت معنى الكلام يعربها خبر قال لك هنا وما كرم المرأة إلا التقى طبعا نشطب على ما ونشطب على إلا لكي نقص من فيه يبقى كرم المرأة ماذا يكرم الإنسان؟ التقى التقى عربها فاعل يبقى خبر وفاعل تحترم مصر دول الجوار ميز الاختراف المناسب لملء الفراغ في الجملة السلوك ألف وبخاصة أشقائها ليس ستنفع بخاصة يجب عليها مبتدأ ما هذا؟ بخاصة يجب عليها مبتدأ ما هذا؟ سأرجع لكم كلمة بخاصة يجب عليها مبتدأ مؤخرا مهم يعني مبتدأ مؤخرا يجب عليها مبتدأ مؤخرا فهين طبعا الدول الجواري مفروض وبخاصة أشقاء أشقاء قلنا بكلمة همزة متوسطة لما تقى مضمومة بعد الآلف فساعدها تتسمع على الضمة ليس النبرة فمش ينفع طيب بخاصة أشقاء طبعا الهمزة هنا على السطر مينفعش لازم الهمزة تبقى على الوعو وخاصة أشقاءها بردو مش تنفع كلمة خاصة بعدها بيجي بعدها مفعول بها منصوب عندما مفعول بها منصوب يعني الهمزة متوسطة منصوب يا جماعي تتسمع على السطر ليس ضمة ليس ينفع قال لك وخصوصا أشقاءها هذه الإجابة الصحة عشان خصوصا بيجي بعدها مفعول بها وطبعا بعدها بيجي بعدها مفعول بها يبقى الهمزة متوسطة يعني مشتوب مع السطر بعد بول نفع الرفقاء الدربي اخوانهم أريد اسم الهيئة من كلمة نفع طبعا اسم الهيئة يكون عبارة عن وزن بالفعل السلاسي يكون على وزن فعلا طبعا نفع هتبقى نفع ويختار طبعا نفعة الأوفياء قال الشاعر ما أزين الحلم لأصحابه وغاية الحلم تمام التقى قال لك ما أزين الحلم يعني ما أربع الحلم طبعا هذا اسلوب تعجب ما أفعل طبعا ما يتعجب بعد كده سبعة ثلاثين بول أجمل ببشائر الأمل تسطع وفي الأنفس وليس أياما في النوازل فتسعد المستقبل الأرغد وغد المشرق حدد منهم الصرف المجرور بالفتحة نصلي بعثنا النبي على السلام ونعمل زوم كده جميل ونعرف واحدة أجمل ببشائر هنا تبقى حرف جره بشائر اسم مجرور أي بشائر بشائر مجرور ولكن مشكلتها ستكون مجرورة بالكسرة لكي يتعجب عليها المضافة بشائر الأمال تسطع في الأنفس الأنفس ليس ممنوع من الصرف وليس أياما في النوازل النوازل ممنوع من الصرف مجرورة لكن أياما مجرورة بالكسرة لكي يتعجب عليها لكي يتعجب عليها لكي يتعجب عليها فتساعدة بمستقبل مستقبل مستقبل مجرورة مستقبل أرغد أرغد لو ركزت معيها عبارة عن نعت بوصف المستقبل أنه أرغد لكن المشكلة أرغد أنها ممنوع من الصرف طبعا على وزن أفعل فهتكون نعت مجرورة يعني مجرورة الفتحة مستدريب بعدين كان مجرورة وكان مجرورة وكان موجودة ألف ولام وبعدين لا يوجد مضافة فهنا لا يوجد ألف ولام وفعلا بعدين لا يوجد مضافة فهيكون مجرورة بالفتحة 138 القائق فهي يقولون للصداقة أبعاد مختلفة ورابط متنوعة وتتكشف هذه الأبعاد تباعا في المواقف المختلفة يتكلم عن الصداقة الصداقة هذا هو أي صداقة الناس اصبح کے أخير أفكار أحد think تفصيلة يجدر الكاتب حذفها لتكون كتابات وقصيقة الصداق بالفكرة السابقة يعني واحدة من دول مهاش علاقة بالموضوع أصلا ألف وقت الشدة الذي تمر به ملائم جدا عشان تكتشف مقدار صلابة الصداقة وقت الشدة بتعرف صحابك بجد دي ليها علاقة الموضوع يحرص الصديق الحق على تبصير صديقه بعيوبه برضو ليه علاقة الموضوع ماشي بالذكاء العاطفي قالت تتجاهل الحالة النفسية للصديقة يعني يتحول تهون عليه برضو ليها علاقة الموضوع إنما جيهم بقى لك الدول الكبرى بتعمل صداقات مع بعض لا بيكلم عن الدول ليه ماشي علاقة بالصداقة لو بيكلم عنها وبيكلم عن الصداقة العادية اللي هو أنت وصحبك صحاب يعني مش دول اتخذ البشر الأخضر البشر الأخضر اللون الأخضر رمز العديد من الزوار الإيجابية ليه عشان قالك ده يعدي طريقة للإشارة والشيء مفيد دائما البشر بيعتبره لول الأخضر حالة مفيدة يعني زي الحياة الخضرة المعبين الخضرة حزب الخضر وكذا مع لكده بيقول لك يعني الدراسات النفسية ووجدت أن لول الأخضر دي تأثير مهدي ويوفر الإلهام ويزود التفاؤل كان الإله المصري أزريس يصور عادة ببشرة خضراء مش بس عشان الخصوبة لكن برضو عشان العلم السفتي مرتبط باللون الأخضر لو كستماعي فوق قالك البشر بيحبه الأخضر وتحت قالك السبب إنه ما بيحبه الأخضر عشان هو اللون إيه دي علاقة بالنفسية البشرية طبعا النموذج هنا يبقى الظاهرة وتفسير فيه الظاهرة فوق وتحت التفسير بتاعه بيشرحها أخرى ثم أجب ذاكي مبارك في السياة الزاتية كان بيقول في أحد الأيام قلت لأبي أنا أحب أن أتعلم في الأزهر فقال من أين وصل إليك هذا الخطر يعني منين يعني جبت الكلام ده فقلت إنه أمل يستاولني منذ أيام بقى كم يوم يعني والعلى في تحقيقي خيرا كثيرا ذهبت للأزهر وسني 17 سنة وجلست أستمع الشيخ سيد مرصفي والدرس كان بيقول إن الله ما عصي بشعر كما عصي بشعر عمر ابن أبي ربيع يعني يعني الجملة دي معناها ربنا محدش عصاب الشعر زي طبعا الشعر بتاع عمر ابن أبي ربيع فالشيخ قال هذه مثلبة أم منقبة دعيب يعني ولا ميزة فالناس كلها قالت إنها مثلبة وأجبت واحدة بأنها منقبة أنا قلت لأ دي ميزة إذا إزاي فقلته يعني هو قال بقى يريده لابن العباس أن شعر ابن أبي ربيع يفعل بالقلوب ما يفعل الشراب فينقله من الهدى إلى الضلال يعني هو قصده إن الشعر ده من كتر ما هو قوي جدا عامل زي الشراب عامل زي إيه زي الخمرة يعني بينقلها من الهدى إلى الضلال فالشيخ سيد مرصفي قال إيه يا عروس الأدب يعني أيوة أيوة الله الله عليك كده كانت الكلمة دي أول كلمة حببت لي دراسة الأدب يبقى هو حب الشيخ ده ليه يعني هو حب دراسة الأدب ليه عشان الجملة التحفزيه اللي هو قاله ليه الجملة اللي قاله للوقت اللي قاله إيه يا عروس الأدب بعد كده يقول لك اللي أزمته الشيخ سيد مرصفي سبع سنين وانت بكتب كل حاجة يقولها في الدرس بعد كده كنت بروح الجناح بتاعه ضرب السماكين يعني بروح ووصلوا حد البيت بتاعه والمسافة متحتاجش غير طيلة ساعة لكننا هكم نقط 70 دقيقة ليه عشان الشيخ كان بيحب يسمع شاعري كده كنت بحفظه والتحافظ حويت 20 ألف بيت فكان الشيخ يسمع بيت جيدا ويقف ويقول الله 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 يعني كان ايه بيحب يسمع أول منه مضيته إلى الشيخ مرة فقال هل عندك نسخة من السن عرب؟ قال له لا قال له تبيع جبتك وقفطانك وتشتري السن عرب يعني ايه يا جماعي يعني روح بيع الجبه بتاعتك والقفطان بيع حدومك واشتري الكتاب ده طبعا هو مش قصده انت فقير ومش دائل تاكل فبيع حدومك لا مش قصده كده فقصده ده يعني ايه ده انت تبيع ايه تبيع البيت اللي انت عاد فيه وتشتريه كتاب ده اهم منه كانت شخصيا ده قصده يعني جبعا ده قصده من الجمدة ده بعد كده يقولك 40 لماذا رغب الكاتب في التحقب الأزهر وقال لك طبعا عشان أمنية جات له في دماغه ألف رغبة في التعلم على يد الشيخ المرصيفي لأه ما قالش انه هو عايز لعد أزهر عشان كده ولا عشان الأدب ولا عشان يبين المكتقد ولا عشان هي فكرة جات في دماغه ماذا يقصد الكاتب من قول الشيخ ايه يا عروس الأدب معناها ايه طبعا يا جماعي معناها انه عبقاري في الأدب ألف إبراز ضيق الشيخ وتبرومه لعجز طلابه فمن الأدب ما قالش انه متدائم الطلاب عشان مش فهميه بيء الحرص على تقديم نموذج الفهم الصحيح لأدب ورجاله لماذا لقى من ده خاطص وبتكلم هنا عن ان انت فاهم الأدب جيم اظهار تميز الكاتب عن أقرانه من طلاب الشيخ من طلاب الأزهر واعجابه طبعا دي الإجابة الصحة انه كان متميز جدا عن أقرانه او عن زميله 42 سندق المغزى من قول الكاتب لما قاله كنت أكتبه جميع ما يقوله في الدرس طبعا ده يدل على إيه يا جماع انه معجب به لما تعجب بحد انت تقديم مزحفظ كل جلامه فقالي في التعبير على رغبة الكاتب في حفظ درسه ده أم قالش انها عايز حفظ درسه وكان بيعام كل ده عشان معجب بالشيخ بقى دي إجابة الصحة الزرمات إعجاب الكاتب بالشيخ وحرصه عليه 3 سندق قول الكاتب اتبع تبيع جبتك وقفتانك وتشتري لسان العرب طبعا قلنا معناها ايه يا جماع اهمية الكتاب بيان اهمية اختناء لسان العرب لنفائساته وقيمته كتاب نفيس جدا وقيم مخال مواردة المقال حدد ما يدل على عدم اتباع الشيخ المرصفي طرق تقليدية في الدرس يعني الدرس بتاعه ليه ما كانش تقليدي ألف ملازمة الكاتب الشيخ المرصفي سبع سنين لا ملحش تقليدية فيه أستاذ ممكن تقليدية تقليدية من ملحش تقليدية به التعليق الشيخ المرصفي عند القاتب لالقا الكاتب للشاعر عليه طبعا اي شيخ او استاذ ليه يشرح حاجة يعلق عليها برضه هنا مش تقليدية ليه ليه طريقة غير تقليدية ذهب التلميذة للشيخ بعد جناحه وبدالب السمكين طبعا ده بر الدرس أصلا ما لوجه رقب الدرس رجاء بالصحة يبقى جيم السؤال الشيخ للطلاب أنه كان بيسألهم يا جماعة وبيسيب لهم حرية الأجابة عاديه ما سلبة ولا منقبة فكله يجاوب دي طريقة غير تقلدية معظم المدرسين بيقول من المعلومة ويسكت إنما هنا الشيخ بيخليك أنت لي تقول المعلومة طيب حسين في كتاب الأيام كان بيقول ثم أشيعة ذات يوم أن الشيخ المرصفي هيخصص يومين من الأسبوع للقراءة المفصل لزة مخشري فسعى صاحبنا لهذا الدرس الجديد ولم يسمع للشيخ مرة ومرة حتى أحبه وكلف به إن السمع مرتين ثلاثة فأحب إيه حب الدرس بتاعه وحضر درس الأدبي في أيامه من الأسبوع ولازم الشيخ منذ ذلك الوقت لم تيجي توازن بين زاك مبارك وتحصيه من حيث تأثيرك وحضور كل منهما لدرس الأدب إيه اللي حصل قال لك ألف زاك مبارك أعجب درس الأدب لمدح الشيخ فيه زاك مبارك حب الأدب لكي تأثيرك عندما مدحه عندما قال له إيه عروس الأدب طبعاً هذه إجابة صحة هو قال لنا فعلاً هو حبه وإنما طبع حسيني أعجب بدرس لما أكرر سماعه لما سمعه أكتر من مرة حبه طبعاً هذه الإجابة الصحة اقرأ ثم أجب احتراق الأرض وقت عدى ظاهرة الاحتباس الحراري هي إحدى الظاهر طبعياً مهمة لسعادة الكنانات الحية في الاستمرار على وجه الأرض حيث تعمل على تنظيم وتوازن فقد واكتساب الطاقة داخل الغلاف الجوي من خلال وجود عدد من الغازات الطبيعية مثل سينوكسيد الكربون الميسان وكسيد نيتروز اللي كل ده بيعمل على حبس جزء جبيم الحرارة النتيجة عن امتصاص الكرة الأرضية لأشعة الشمس قال لك وهي عبارة عن أشعة مرئية تمتص بواسطة البحار ومحيطاته دي بس فتقوم الأرض بدورها بإصدار أشعة حرارية للغلاف الجوي طيب ولكن ثم تقوم بغزات الاحتباس الحراري بحبس تلك الحرارة جوه الغلاف بقولك أن الارتفاع المتنسال المتوسط درجة حرارة الأرض يؤدي لحدوث تغيرات تعجز زكاة الحية عن التكير معها يعني درجة حرارة مرتفعة ديها جماعة بتعمل تغيرات الكائنات نفسها مش قادرة تتعامل معها خصوصا النبات ليه عشان النبات مش بيتحرك من مكانه مش بيعرفة تكيف زي بقية الكائنات بقولك وترجح التقارير العلمية الصدر عن هيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن ما يحدث الآن باحترار العالمي هو نتيجة الأنشطة البشرية ليه يا مع الإنسان بيعمل يقولك أولا يقوم الإنسان بحرق الوقود الأحفوري زي الفحم والبنزين والمزوت والغاز عشان ينتجي الطاقة حيث يعد حرق الوقود متسبب الرئيس حاليا لإصدار المبعثات سواء كان استخدام الوقود لإنتاج الكهرباء أم تدوير المحارجات الخاصة بالمصالح إنسان ما بيعمل كده ثانيا يقطع أشجار الغابات لتخزن الكربون أو ممسطة الكربون لإنتاج الخشب أو استخدام الأراضي في أنشطة زراعية أو صناعية أو البناء أو توسع في المدن الإنسان بيقعد يقطع أيه يقطع الأشجار ولك حيث تسببت هذه الأنشطة البشرية في تراكم الإنبعثات الكربونية بكميات كبيرة فترة قامت بالغلاف الجوي طبعا عشان الطبيعة مش قادرة تنتص كل ده وطبعا غير كده حرق أو قطع مساحات شاسعة من أشجار الغابات المقصوص بالاحتباس الحراري هذا هو مصلي وسلم مبارك حسيننا محمد يا حبيبي يا رسول قال لي بسرعة أن تنتصص الأرض ومسطحات المعيير حفظ الشمس تقدمش الاحتباس الحراري وقال لك الأرض فعلا بتمتص تقدمش الاحتباس الاحتباس معناها حبس حرامة حبوسة تنظيم وتوازم فقد واكتساب الطاقة لا دي فايدة الاحتباس الحراري حبس الحرارة المتوسطة الأرض ومع شعة الشمس سبعة رئين قلتك حدد العمل الأساسي في وجود زهارة الاحتباس الحراري قال لك طبعا أنشطة البشرية هذا سؤال مباشر بعد ذلك حدد الجانب الإيجابي لأحتباس الحراري سؤال مباشر قال لك اكتساب وتوازن وفقد الطاقة في الإيجابة صالب العمل على تنظيم وتوازن وفقد واكتساب الطاقة ما يسبب انقراض النبات بشكل أسع من الحيوان قال لك النبات غير الحيوان النبات ليس يتحرك بمكان لا يعرفش كيف يتكيف فاليجاب الصح عجزه عن الحركة خمسين أي مالي ليس سبب مشاريعا في تعرض الكرة الأرضية للضرر واحد من دول مش رقب بالإنسان لجاب الصحة به عدم تمكن نظام الطبيعي منتصل الحرار لأن الطبيعة مش قادرة منتصل الحرارة دي مشكلة الطبيعة مش مشكلتي أنا أي مالي يعد أكثر استهاما في اتفاق ومزارة الاحتباس الحراري وقال لك طبعا الوقود لنحرقه المزد والغيزة الطبيعية في الإجابة الصحة بقى ألف طبع حسين مالي كان يقول لك في كتاب الأيام محدش جاء أقبل على الدار عشان يسلم على الشيخ طبعا قلنا جمان طبع حسين غاب سنة عن الدار بتاعته عن بيته يانيو راح إيه راح الأزهر لما رجع محدش سلم عليه وكل اللي يسلم عليه يسأله عن أخوه طبعا سنة الشعور الصبيب بعد عدد القاهرة طبعا كان يشعر بالحزن يا جماعة وأنه لا قيمة له كان يشعر بالدونية أنه أدنى من أخوه أنه أدنى من كل الناس ولكنتالى من السنة الكابيسة تأتي كل نقط عام طبعا من 3 إلى 9 التمييز بتاعنا بيأجامع مجرور فنقول أربعة وأعوام وأنه أربعة طبعا عشان عام مذكر فأربعة تبقى مع الناس وأنه عدد أيامها ممكن تقرأها 366 يوم أو ممكن ترابط لها أسهر لها 66 و100 يوم فنقول طبعا 66 و300 يوم وأنه شهر فبراير يبلغ فيها 29 وعشرين يوم طبعا يبلغ بعدها بيكون مفعول به فطبعا تزعى منصوبة وعشرين برضو معطوف عليها في منصوبة مش عشرون تبقى عشرين وبكذا يكون خلصنا حلقة تعد النهاردة وبإذن الله في الحلقة الجاي نكمل بقية التدريبات مع بعض وبنساش نعمل لايك وشير للقناة عشان نقدر نوصل لكل الطالب في مصر سبحاناك اللهم وبحمدك نشهد ألا إلا أنت نستغفرك وتولك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته